من يومين كده عقبال عندكم قناة ليفر بول كانت عاملة انترفيوه مع ثلاث لعيبة من نجوم الفريق محمد صلاح وأندي روبرتس من الباكليفت وأليسون بيكر انترفيوه ممتع للغاية يعني أنصح حضراتكم أنك تتفرجوا عليه هقول لكم كم نقطة من الحاجات الحلوة قوي اللي انت تتفرج عليها في الانترفيوه لمحمد صلاح وهو بيتكلم يعني محمد صلاح بتكلم عن دماغه وأنه بيقعد يشتغل ازاي على نفسه عشان يطور من نفسه وأنه لحد دلوقتي بيلوم نفسه على طريق تسديده لضربة الجزاء في نهاء دوري الأبطال ديد توتنم محمد صلاح تفكروا فاكرين جون الكونغو أما جري جري وهم حط الكورة فهو صلاح بيقولك أنا كنت مفكر إن أنا حاجر أجري وحط الكورة كده وقمت مغير في آخر ثانية وقافل وش رجل وشايت الكورة ودخل الجون وأخده لدوري الأبطال والدنيا زي الفل بس هو الغد دلوقتي بيلوم نفسه لأنه كان واخد قرار بتسديد بطريقة معينة وهو بيجري وبيشوت غير يعني سبحان الله يعني إيه دماغه وجد كده أنه هو يغير وأمشايت الكورة فعلا والكورة دخلت جون بس هو الغد دلوقتي بيلوم نفسه دي نقطة مهمة لأن اللعيبة بتاوي أخذ قرارات وبتغيرها في جزء من ثانية فممكن تغيرها وإنت بتجري تخش جون وتقود تشامبينز ليج وممكن تغيرها ولقدر الله تضيع وتضيع منك تشامبينز ليج نقطة تانية فيما يتعلق بصلاحه عن علاقته بأرني سلوت قال إن أرني سلوت رجل مباشر للغاية وإن هو ما عندوش يعني يبيد يسود عنده كده على طول فالكلام مع أرني سلوت هو أصلاح قال مش محتاج إن انت تزوّقه أو تديه لحد يعني كإنك بتديله حاجة بالمعلقة التعليمات حيقولها لك أنا عايز منك 1 2 3 4 انت حلو انت وحش هو ده الكلام وعلى فكرة ده بيبدو لنا كلنا من كلام أرني سلوت لما بيطلع بتكلم عن صلاح كلوب كان عاطفي أكتر وبيتكلم وبيدي الجلوري لصلاح أرني سلوت بيطلع يشكر فيه جدا لكن بكلام مباشر ودايركت عشان كده لما بنسمع كلام التجديد ما بنسمعش كتير من أرني سلوت إنه بيقول إحنا عايزين صلاح لإنه عارف إن فيه ناس تانية شغالة في ظهره فيما يتعلق بالتجديد آخر حاجة روبرتسن أو صلاح بيقول إن أنا في ماتشاط صلاح بيقول أنا في ماتشاط كتير ما بقاش كويس بس بقى عندي القدرة إنه عارف أعمل الفينيش هو قال كده ببقى فاقد المومنتم فاقد التمب والإقاع في الماتش حتى كتير من زميل يقوله إذا إحنا فوجئنا إن انت بتلعب ماتشاط كتيرة مش كويس بس في الآخر بتجيبي جوان وتكسبنا فروبرتسن هز راسه كده فدحك صلاح قال له آه أنا ببقى في علم ماتشاط وحشة بس استيل عندي الملكة إنه وانا وحش وأعرف إمتى أكسب فرقتي فده يحسب هنا لمحمد صلاح بكل تأكيد وقوة محمد صلاح والأتنوسفير اللي صلاح عامله وحاجة تفرح يعني إنه مشرفنا في البريمير ليج بكل تأكيد